نتواجد الآن في حي العسقلاني وتحديدا أمام فندق تاج شمسان هذا الفندق الذي مثل عودة المواجهات المسلحة بين أفراد كتائب أبي العباس والوحدات الأمنية التي كانت مرابطة هنا إذن في هذا الشارع تماما كان بالأمس مسرحا للمواجهات المسلحة بين أفراد كتائب أبي العباس ووحدات اللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية دارت اشتباكات عنيفة هنا وسقط من خلالها قتل وجرحة في صفوف الطرفين توتر أمني يسود معظم شوارع وأحياء مدينة تعز نتيجتها عودة المواجهات المسلحة وعودة الانفلات الأمني والتوتر الذي كانت قد ودعته هذه المدينة منذ أيام ومنذ بدء تدشين أعمال اللجنة الرئاسية وتنفيذ مهامها في استلام وتسليم كافة المقرات الحكومية وإنهاء حالة الصراع المسلحة التي كانت تشهده المدينة من وقت إلى آخر حتى هذه اللحظات قامت اللجنة الرئاسية بالأمس وبتكليف من المحافظة المحافظة إلى إعادة الأطقم الأمنية التي كان قد تم انسحابها من هذه الأماكن وتم العمل على ضبط وملاحقة المتسببين بفوضى الانفلات الأمني بحسب ما ذكرت بعض المصادر في اللجنة الرئاسية إذن توتر أمني قائم لا زالت تشهده هذه الشوارع وهذه الأحياء خصوصا القريبة من المناطق التي تسيطر عليها كتائب أبي العباس نحن الآن في هذا الشارع والقريب من باب موسى سيتحدث الأهالي هنا عن أن هذه الأماكن هي خطوط نار بالنسبة لهم ومواجهات مسلحة تجري هنا من وقت إلى آخر إذن الخوف والقلق سيد المشهد حتى هذه اللحظات هنا في هذه الشوارع والأحياء القريبة من المناطق التي دارت فيها المواجهات المسلحة يعمل سكان مدينة تعز أن تقوم اللجنة الرئاسية واللجان الأمنية ومحافظة المحافظة وقيادة السلطة المحلية بالقيام بخطوات حازمة تسهم في إعادة ولملمة الانفلات الأمنية التي تشهده المدينة وإنهاء حالة الصراع المسلحة الذي يدور من وقت إلى آخر بين أفراد كتائب أبي العباس والحادات الأمنية التابعة للجنة الأمنية وقوات الجيش الوطني حمزة أمين قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر